بسم الله الرحمن الرحيم يَا إِلَهِ يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ يَا إِلَهِ يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم السلام على أشرف الانبیاء و أفضل المرسلين سيدنا و مولانا عب القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه و على أهل بيته تيبين تاهرين المأسومين استغفر الله رب و عطوب اله فصلون في جواز التقلیده تعریف التقلید و هو أخذ قول الغيره و رأيهي للعمل به في الفرعيات موضوع البحث كان في الاجتهاد والتقلید و قلنا أن مجموع الفصول التي تترح سمانية فصول خمسة منها في الاجتهاد و قد أكملناها بحمد الله سبحانه وتعالى و من نه؟ و من هذا الفصل ندخل في سلاسة فصول أخرى التي نتكلم فيها عن أحکام التقلید هذا الفصل الفصل الأول في أحکام التقلید في الحقيقة نتكلم في هذا الفصل عن سلاسة أمور في باب التقلید أمر الأول نتكلم فيه عن تعریف التقلید و أمر الثاني نتكلم فيه عن أدلة جواز التقلید و أمر الثالث نتكلم فيه عن أدلة عدم جواز التقلید و إن شاء الله سيكمل هذا الفصل في ضمن هذه المراحل الثلاث أو الأمور الثلاث التي أشرتها لكم أمر الأول في هذا الفصل عبارة عن تعریف التقلید بالنسبة إلى تعریف التقلید صاحب الكفاء رزوان الله عليه يكون ملتفتا أنه هناما يأتي به تعریف التقلید هم لابد أن يشمل تعریفه التقلید في أصول الدين و هم لابد أن يشمل تعریفه التقلید في فروع الدين و كما تعلمون التقلید في أصول الدين لا يحتاج إلى العمل لأن أصول الدين مرتبط بقلب الإنسان أي عقيدة الإنسان ولا يرتبط بالعمل أصلا بينما التقلید في فروع الدين يستلزم العمل و عادة يوجب العمل لأجل هذا صاحب الكفاء رزوان الله عليه يكون ملتفتا إلى علاية هذين الفردين للتقلید وبعد دقاء في جوانب التقلید يأتي بتعریف التقلید هكذا يقول فصل في جواز التقلید تعریف التقلید وهو التقلید عبارة عن أخذ قول الغير أي قول المرجع و رأي الغير رأي المرجع والمقلات للعمل بهذا الرأي في الفرعيات يأخذ رأيه يتعلم لأجل العمل به في الفرعيات أو للالتزام به هذر رأي يلتزم به و يعتقد و يعقد قلبه عليه في الاعتقادیات و قيد أصاسي آخر عبارة عن تعبدن تعبدن ما هو معناه بلا مطالبت دليل على رأي هذا الغير يعني لا يقول أنه ما هو دليلك على هذا الفتوى أنك تفتي بوجوب صلاة الجمعة مثلا بالنسبة إلى هذا التعریف لو تدقيقون جيدا هينما يقول وهو أخذ قول الغير و رأيه للعمل به في الفرعيات معناه أنه نفس العمل ليس له مدخلية في تحقق التقلید إذا تعلم شخص فتوى المجتهد به نية أن يعمل به فيما بعد يكفي في تحقق التقلید في الفرعيات و هذا بنفسه على أيها التعریف من التعریف و ربما هذا التعریف تعریف أكثرية العلماء مثلا بعده صاحب الكفاء رزوان الله عليه يشير إلى تعریف الثاني يقول ولا يخفى أنه لا وجه لتفسير التقلید به نفس العمل صاحب المعلم رزوان الله عليه يقول التقلید هو العمل بقول الغير مثلا أنت هينما تعمل نفس هذا العمل يكون تقلیدا بعده صاحب الكفاء يقول هذا التعریف لا يكون صحيحا لزرورة سبق التقلید على العمل من الأول انسان يقلد بعد يعمل نفس العمل إذا كان تقلیدا معنى أنه ما هو لم يكون سابقا عليه وإلا لو كان نفس العمل تقلیدا كان العمل بلا تقلید معنى أنه ما هو شخص بدون تقلید عمل بعده صاحب الكفاء رزوان الله عليه يقول ففهم فدق جيدا روبما في خاطره شريف هذه النقطة أنه روبما التقلید والعمل كلاهما متقارنان وفي آن واحد من زمان الذي على يحال يعمل بفت والغير كأنه يتحقق التقلید أيضا معه وكلاهما يبدأان من لحظة واحدة فليس عمله على يحال بلا تقلید العمل معه مع التقلید وأحدهما أي العمل يقارن الآخر أي التقلید لعل هذا كان في خاطره الشريف على يحال محما كان الهال هذه التعریفات تؤثر على بعض الفرعات مثلا شخص على يحال لو يأتي بالعمل ولم يتعلم أسلا ولكن هذا العمل كان منتبقا على فتوى المرجع وعلى فتوى المقلد فهذا على أساس رأي الأخون لا يكون تقلیدا لماذا؟ لأنه قال وهو أخذ قول الغير ورأيه يعني لا بد أن يتعلم رأي الغير والحال أن هذا الشخص ما هو لم يتعلم رأي الغير فقط ما هو أتى بعمل صرفان وإتفاقا هذا العمل كان منتبقا مع أي شيء مع علايه فتوى المرجع أو بعض الوقات يتعلم فتوى المرجع أسلا ولكن لا لأجل العمل به بل لأجل تعلم الأحكام الدينية هذا إذن لا يستطيع أن يكون تقلیدا لأنه يقول للعمل به بفلفرعيات بقصد العمل لابدن يتعلم فإذا يتعلم فتوى المرجع بنية تعلم الأحكام الدينية أو يكشف أنه ما هو رأي هذا الفقیح مثلا معناه أنه أيضا ما هو التقلید ولم يتحقق إذن تقلید على يحال له أركان كسيرا أولا عمله يكون مستند إلى رأي الغير ويتعلم رأي الغير للعمل به وثانيا لابدن يكون هذا التقلید تعبدا وبدون مطالبة الدليل عن المرجع والمقلد هذا كله بالنسبة إلى محور الأول للبحث أو الأمر الأول أي تعريف التقلید الآن نأتي إلى عدلة جواز التقلید بالنسبة إلى عدلة جواز التقلید لكي نفهم بقية الدرس جيدا لا بعثاً أذكر فيه رس البحث صاحب الكفاية رزوان الله على يذكر لنا ستة دلائل لإثبات جواز التقلید من هذه الدلائل الستة صاحب الكفاية يعتقد أن أربعة منها ضعيفة لا ترتبط بالمطلوب وعاجز عن إثبات المدعاء أي علاية الجواز التقلید نعم إثنين من هذه الحجج والأدلة يكون تامن دليل الأول الذي الآن نقرأ يستطيع أن يكون دليلاً للمقلد يعني أنت هينما تسأل المقلد أول عامي أنه لماذا قلت تيستطي أن يستدل به بعبارة نخرى أمر بسيط واضح لا يحتاج إلى التخصص هذا الدليل بينما دليل الثاني الذي إنشاء الله نبين وفي الحقيقة هو الأخبار التي دلت على جواز التقلید يكون ما هو مختصاً بالمجتهدين وبنفس المرجع يقول سم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقلید ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون الرجوع بدهياً هذا في الحقيقة دليل الأول لجواز التقلید أن أمر التقلید أو جواز التقلید بدهياً فطرياً جبلياً يعرفه جميع الأفراد مثلاً الجميع يعرف أنه الأمر الذي لا يعلمه لابدن يرجع إلى أهلخبرته لابدن يرجع إلى أهلخصصه مثلاً يقول في الجملة يكون بدهياً جبلياً فطرياً لا يحتاج إلى الدليل طبعاً إذا كان بدهياً لا يحتاج إلى الدليل إذا كان فتريا لا يحتاج إلى الدليل أمور الفتح فتري من مختصاتها أنها معلومة لجميع أفراد الإنسان لأجل هذا الدليل أيضا لا بد أن يكون معلوما للجميع مثلا وإلا لو لم يكن جواز التقليد بدهيا لو لم يكن بدهيا لازم سد باب العلم بهي بالتقليد على العامي مطلقا مطلقا لجميع أفراد العامي غالبا على حال إذا نقصد من العامي أكثرية الناس ونفرز أن أدلة جواز التقليد رجوع الجاهل إلى العالم لا يكون بدهيا فليس بإمكانهم إقامة الدليل على جواز تقليدهم بإبارة أخرى أنت لو تقول أيها العامي لماذا قلت إذا يستدل بفتح ومقلده يقول أن المرجع قال لي كذلك خب هذا يستلزم الدور إذا يقول مرجع الثاني قال كذلك هذا يستلزم التسلسل وإذا استدل بالكتاب والسنة فهو يكون عاجزا فلا يبقى مفر إلا الإدعاء به هذا الدليل أن رجوع الجاهل إلى العالم أمر بدهيي يعرفه جميع الناس يقول وإلا لزم سدباب العلم به جواز التقليد على العامي متلقى يعني في جميع الأحيان ولجميع أفرادهم غالبا ينما يقول غالبا لأن العامي أول مقلد بعض النوقات يستلق على من قرب إلى الاجتهاد مثلا فاضل حوزوی مثلا خب هذا الشخص يستطيع أن يستدل بالدليل الذي الآن سنذكره مثلا جيد لماذا يستل يستدباب العلم لعجز المقلد أو العامي عن معرفة ما دل على التقليد كتابا و سنة فلا يستطيع أن يستدل من الكتاب والسنة لأنه أصلا دليل أحل الاختصاص يكون ولا يجوز التقليد في التقليد أيضا لا يستطيع أن يقلد في أصل جواز التقليد لماذا وإلا لدارا إذا يقول نفس هذا المرجع قال يجوز التقليد أو تسلسل إذا قال مرجع الثاني مثلا قال به جواز التقليد بل هذه أي الجبل والفطرة هي العمدتو في عدلة جواز التقليد و أغلب معده و أغلب معدد دليل الأول قابل للمناقشة الآن سأذكر لكم أن أربعة من هذه العدلة كلها محل نقاش الآخون رزوان الله تعالى عليه ولكن دليل الأول أي كون رجوع الجاهل إلى العالم أمرا فطريا و بدهيا به نظر الآخون يكون مقبولا و بإمكان هذا العوام أو هذا المقلد أن يستدل به لأجل هذا لو يستدل على فتوى مرجعه به نفسه ما هو و يتحقق الدور حجية فتوى مرجعه متوقف على تقليده و تقليده أيضا ما هو متوقف على أيها الما هو و على حجية فتوى مرجعه بعد يقول أما سائر الأدلة دليل الثاني هو الإجماع على أساس نظر البعض صاحب الكفاية يقول لبعد تحصيل الإجماع الذي ذكره كثير من الفقه رزوان الله عليهم كالشيخ التوسي والسيد المرتزى في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول في مثل هذه المسألة لأجل كون المسألته من الأمور الفطرية الارتكازية دليلهم لم يكون إجماع أصلا سر و إجماعهم أن المسألة كانت من الواضحات و المنقول من الإجماع غير حجتين في مثل المسألة ولو قيل بحجيتها بحجيت هذا الإجماع في غير هذه المسألة لوحن هذا الإجماع به ذلك أي به ذلك المدرك به عبارة النخرى قبل الإجماع هذه المسألة وراءها هناك فطريته و ضروريته و أمر الضروري لا يجوزه استناده و إثباته به وسط الإجماع الذي يكون أدوان منه سواء نکان هذا الإجماع منقولا أو محسلا لأجل هذا صاحب الكفاء يقول استدلال بالإجماع لا يكون تماما دليل آخر بعضهم قال جواز التقلید من ضروريات الدين صاحب الكفاء يقول و من جوابنا للإجماع قد انقدح و وزه امكان القدح والإشكال في دعوى كون جواز التقلید من ضروريات الدين هذا إذن علاقه ما هو غير معلوم لإحتمال أن يكون جواز التقلید من ضروريات العقل ريات العقل لا من ضروريات الدين نعم عند العقل يكون ضروريات في فطرت الإنسان يكون ضروريات أنه ما هو إذا لا يعلم فلا بودن يرجع إلى من يعلم إذا لا يكون خبيرا فلا بودن يرجع إلى أهل الخبر ولكن هو من ضروريات الدين أيضا لا خصوصا أن علماء الأخباريين رضوان الله عليهم عنكر و جواز التقلید فهل ينكرون هؤلاء الأعلى مثلا ضروري الدين أو يخفى عليهم ضروري الدين هذا بعيد جدا قبوله به عنوان الدليل بعضهم استدلوا بأي شيء بصيرة المتشرعه يقول وكذا القطح في دعوة صيرة المتدينين نقول سيرة المتشرعه لا تكون صحيحاً على صدلال بهها لأنه أولاً أصل إثبات هذه السيرة مع مخالفة الأخباريين ومع حمل الأخباريين عملهم على شيء آخر يكون صعباً إثباته بالإضافة إلى هذا نقول لعل سيرةهم وعملهم لم يكون به عنوان تعبد الشرعي بل به عنوان أنه أصلاً كان ضرورياً وبدهياً عندهم وفي الحقيقة كانوا يرجعون إلى جبلتهم وفترتهم فالدليل الثالث أيضاً وفي الحقيقة هذا دليل الرابع مع حصاب الدليل الأول لم يكن تاماً وتماماً دليل الآخر الذي ذكروه وبنظر صاحب القفاية يكون مردوداً هو آية النفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلأولا نفر من كل فرقة منهم طائفتون ليتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا عليهم لعن لهم يهذرون وعیزاً آية السؤال على يخال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صاحب القفاية يقول وعمل آيات فلعدم دلالة آية النفر و السؤال على جواز التقلید أصحاب الاستدلال يقولون إذا كانت تفقه واجباً قبوله واجب إذا كانت قبوله واجباً فالتقلید اذن يكونوا واجباً و جائزاً و هاكذا سؤال عن أهل الذكر زاكان واجباً قبوله واجب و إلا لو لم يكن قبوله واجباً كان الوجوب السؤال لغوان هاكذا استدلالهم صاحب القفاية يقول لقوة احتمال ان يكون الارجاع و لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدن فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكي تعلمون لكي يحصل لكم العلم بعد بعلمكم تعملون أو لماذا لا يتفقهون لكي ينذر قومهم من انذارهم يحصل لهم العلم و بعلمهم يعملون لا أنه يأخذ بقول المنذر الفقه أو بقول هذا الأهل الذكر تعبدن مثلاً الذي هو محل البحث ما أن المسؤول في آية السؤال جواب الثانية عن آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهر الآية و لا يرتبط به مرجع التقلید أو أهل بيت الاسمت الإدعطار كما فسر به في الأخبار على يهال في رواياتنا يقول أهل الذكر أعمت أهل البيت و في النتیجة ما هو هذه الآية آية الثانية لها جوابون اما به عنوان خصول تحصيل العلم و اما أنه ما هو مرجع التقلید تخصصاً لا يدخل في أهل الذكر طبعاً هذا جواب الآية رزوان الله عليه و إلا نفس ادخال أهل البيت في زمن هذه الآية عن طريق الروايات و بنفسه شاهدون أن الآية تشير لا قاعدة كبروية كلية أهل الذكر أي أهل العلم أي الله يحل من كان عالمان ارجاع إليه الآن أهل العلم قد يكون علما أهل الكتاب و قد يكون عمت أهل البيت عليه السلام و قد يكون مرجع التقلید لجل هذا اختصاص لا يستفاد من الآية و أما أنه على حال ما هو تحصيل العلم إذا أفاد العلم نقول هذا القيد لا يستفاد من ظاهر الآية ذميمة هذا القيد إلى ظهور الآية به نفسه يحتاج إلى الدليل مادام لا يجد دليل نحن نأخذ بأي شيء به ظاهر الآية لجل هذا ما هو هذا الجواب من الآخون رزوان الله عليه لا يكون تامن و تمامن مهم فبنظر الآخون الإجماع ضروري الدين سيرة المتشرعة آية النفر و آية السؤال هذه الحجاج الأربعة لا يثبت لنا جواز و تقلید نعم للمقلد الذي يكون عواما ولا يعرف عن أمور الدين شيئا كثيرا بإمكانه أن يستدل بفترته و يدعي الضرورة و يقول يجوز التقلید لأنه أمر ضروري الآن يأتي سؤال آخر و هذا في الحقيق دليل سادس أنه ما هو من كان من أهل الفتوى نفس مرجع التقلید به نفسه يستدل على أي شيء الآن هو من أهل الفتوى به نفسه مجتهد على أي أساس يفتی أن التقلید يكون جائزا نقول نفس المرجع إذا يريد أن يستدل بإمكانه أن يستدل بالروايات التي تدل على جواز التقلید أيضا على قسمين قسم منطوقا يقول على يهال يجوز الإفتاء و جواز الإفتاء بالملازمة يدل على جواز التقلید و قسم آخر على يهال مفهوما يقول يقول لا تفتون بدون العلم معناه أن الفتوى بعد العلم لا بأس بهه إذا كان الفتوى بعد العلم مجازن فالتقلید أيضا يسبه ما هو مجازن و في الحقيقة جواز التقلید يسير ما هو من لازمه لأجل هذا نحن نقول هناك من هذه التواف السلاس من الروايات طائفة العلوم طابقتا والثاني والثالث التزاما تستفاد جواز التقلید و من حق الفقه أن يستدل به هذه الروايات يقول نعم لا بأس به دلالة الأخبار على جواز التقلید بالمطابق او الملازمة طائفتين حيث دل بعض الأخبار على وجوب اتباع قول العلماء و بعض الأخبار على أن للعوام تقلید العلماء مثلا على أي حال افروز زاك التوقيع المعلوف أما الحوادث الواقع فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجت الله و بعضها و أمثال هذا من الروايات هناك روايات كثيرة و بعضها بالصراحة مثلا صحيح الشعي بالعقرقوفي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام روبما احتجنا أن نسأل عن الشي فمن من نسأل؟ قال عليه السلام وعليك بالأسد يعني عبا بسير بالصراحة يقول ما هو استفت فلان عالم بالنسبة إلى الزرارة بالنسبة إلى ينسي بن عبد الرحمن بالنسبة إلى زاكريا ابن آدم القمي وبالنسبة إلى بابا سير الآن قرأت لكم هذه الروايات كلها بالصراحة يقول أي شيء أن للعوام تقليد العلماء و بعضها على جواز الافتاء مفهومان طائفة الثانية مثل ما دل على المانع عن الفتوى بغير علم الله يخال عن أبي عبايدة الحظة عن أبي جعفر عليه السلام من أفتا بغير علم و لا خدا من الله لعنته ملائكة الرحمة والعذاب و لا حقه وزر من عمل بفتياه معناه أنه من أفتا بالعلم لا بأس به فبعده التقليد أيضا عنه لا بأس به مثل ما دل على المانع عن الفتوى بغير علم هذا بالملازم يدل على جواز التقليد هذه طائفة الثانية طائفة الثالثة و بعضها دل على جواز الافتاء منتوقن اصلا مثل ما دل على اظهاره عليه السلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفت الناس بالحلال والحرام وهذا الخبر أيضا اللائحا المعروفون بالنسبة إلى أبان ابن تغلب تيامنن نقرأ متن الرواية وقال أبو جعفر عليه السلام للأبان اجلس في مسجد المدينة وعفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعة مسلوك وهذا هم نقلأ في رجال الكشي وهم في رجال نجاشي هينما يقول الإمام عليه السلام أحب أن يرى في شيعة مسلوك على أيها الما هو يقول يعني أحب أن تفدي وإذا يحب الإمام عليه السلام فتوائه بطبيعة لخالجواز تقليده وعمل الناس بفتوائه أيضا يستفاد من هذه الرواية إذن صاحب الكفاة رزوان الله عليه استدل بثلاث طائفة من الروايات على جواز التقليد وهذا في الحقيق دليل السادس وهذا الدليل السادس فهمه وإستخراجه وجمعه وتنزمه يكون وزيفة الفقه نفسه هذا كله بالنسبة إلى محور الثاني من الفصل الأول في باب التقليد أنه ما هو؟ محور الأول كان تعريف التقليد محور الثاني كان جواز التقليد عدلة التقليد كلها نقلناها لكم ولكن هناك بعض الإشكالات والمناقشات بالنسبة إلى جواز التقليد هم على عدلته وهم هناك عدلة على من التقليد سنبينها لكم إنشاء الله في حلقتين أخرى و بما ذكرناه نكتف لكم و غفر الله لنا و لكم أخواني والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته مولاي مولاي و إني محبك مولاي مولاي يا مولاي 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 مولاي